وثلاثون يجريا والآن خلوا بداية الهيات الحكرة بين الزكر الحكيم يتلوه عليكم الطالب محمد الشاقة مع الحاقة ومع أدواكم الحاقة كذبت ثمود وعادهم بالطالعة فأما ثمود فأرقوا بالطاغية وأما أعادوا فأرقوا بليح سرسل عاتية سخروا عليهم سبع ليال وثمانية أيام الحسوم حسومها تتعبون فيها سرعة كأنهم أعجاز نقل خاضية ما يترى لهم من باقية صدق الله العظيم إخواني الطلاب إخواني الطلاب إن من الأخطاء الشائعة لدربات أن مادة التربية الفنية هي مجال الرسم فقط هذا خطأ لأن مادة التربية الفنية تحتوي على مجالات عديدة منها الرسم النحل والخزف والطباعة والنسيج وأشغال المعادل والمحاس والأشغال الخشبية والرسم والحفل على تجاج وغيرها من المجالات الكثيرة ونحن اليوم ونحن اليوم سوف نلطط طوى على فن من هذه المجالات أنا وهو فنطباعة على القماش فلننظر جميعاً إلى خلفية المسرح لنرى بعضاً من أعمال فلنقلنا بالسطوف الأولية والعليا بالمرحلة الامتدائية بالمدارس وسوف يقوم على الآن كلهم من الطالب بدل خالد السماد والطالب خالد محمد باشا بتنفيذ نموذة لعمل فني بطريقة اقتباعة بالاستنسل وبدالة يتم التعرف على الأدوات والخامات المستخدمة في عملية الطباعة على القماش واحد قطعة من القماش أو التيشيرت إثنان لوحة من بلاستيك الشفاف والتي تعرف باسم الاستنسل ثلاثة مدقات من الاسفنج أو فرش مرتباع ترجمة نانسي قنقر